بسم الله وعلى بركة الله وتحية لكل الأحبة والمتابعين وباقات من الولد أهديها إليكم أينما كنتم إن شاء الله سنة الولد كثير على مودة الأمطار وإن شاء الله غزيرة الرسائل نبدأ بيها إن شاء الله والإجابة عليها ارجوان من بغداد العمر 18 سنة أعاني من هبوط الضغط المستمر لأنني نباتية بماذا تنصحني بما أنك نباتية وهنيش طبعا القرص وذنب الخيل لا تستخدمين السوس والظاهر تحبين النباتات اللي على مودة تحافظين على الرشاق بس إذا نطيش السوس السوس يحب السوائل تسوي سمنا فالقرص مع عشبة ذنب الخيل تطحنيهم سوية استخدامهم عند الحاجة لا تستمرين بهم يعني ملعقة شاي على غلاس مي بعد ما تطحني المادة تنسويها جيبي 100 غرام وكل مادة تكفيك سنة ملعقة شاي على غلاس مي تغليها وتبرديها وتصفيها تشربينها قبل الأكل بعد الأكل ويعني مفيدة جدا جدا للمفاصل بس على أصحاب الضغط المرتفع محذورة شوي مصطفى علي من الموصل مصطفى علي من الموصل عندي حالة نفسية واكتئاب وأرق مستمر وراجعت كثير لا يوجد سوى المهدئات وتعود إلي شوي إرادة لها تفصيل هاي الرسالة مصطفى علي الأخ مصطفى تحياتي إليك والأهل الموصل يعني عندك حالة نفسية وراجعت كثير وتاخذ مهدئات هذا الموجود طبعا هاي الحالة منتشرة بكثرة ليش هل هي مرض عضوي لا لكن من تجي على وضع العامة هو صح البرنامج أعشاب والجاوب على الرسائل لكن هذه حالة مرضية إذا شوف سببها يصير أنطيك أقول لك روح يشرب ميليسيا ميليسيا مهدئ للعصاب ميليسيا وباب النق مهدئ للعصاب ويستخدم للهستيريا هذا جواب الحالات النفسية إذا كانت حالة نفسية صحيحة لكن الأمر تلاحظوا حتى على اللي أعصابه هذا ليش الوضع مدينة الموصل الكل يعرف إيش صار بالموصل تعرضت للغدر كنا أعصابنا متوترة من ضمن هماني كنا أعصابنا متوترة مرات أغلب الناس يجي يقول لي ما أنا هاي طبعا حالة جاء أشوفها يوميا التمسل ويشتكون من هاي الحالة هو لكنه نبقى هاي شي لا تكيف نفسك ويا الوضع هذا اللي صار مكتوب من الله سبحانه وتعالى هذا اللي صار على الموصل غدروا بيها وصار اللي صار طبعا تطلع برا الشوارع جسور مقطعة الشوارع مزدحمة وطسات يعني ماكو شي ريح قلبك في كهرباء ترفوك لايت ما شاء الله طافية مش تعلم طافية مش تعلم طبعا حالتك تتوتر تقعد الصبح تريد تلبس جهالك يروحون عم يدرسة كهرباء ماكو واحد يلبس منطلون الثاني هذا ومن يطلع الحشي تسمع الحشي انه بتتوتر اكثر المشكلة يا هل يطلع يحكي انه يصير هو وما غيره وبالفعل كل شي ما ما بيعين طبعا نتوتر فاخوان هاي الحالات لا تأخذونها من باب انه مرض عضوي صار بيك جديات يعني نصيحة هذا شي مهم جدا شي مهم جدا يعني اكو بنت يأخذون حبوه مهدية بكثرة وانت ما بيك شي طبعا عاطل عن العمل لو قاعد لكم مخيم وبلو حالات وحالتك تشوف ابنك ما درس تشوف ابنك يعني مسلوبة حقوقك نمشي عنا بانزيل سياراتنا ما عدنا طبعا تتوتر طبعا تتوتر لكن ما لنا غير الدعاء والصلاة وندعي على الظالم وهذا حتى نبرد قلوبنا وان شاء الله الله ينتقى منه كل من ظلمنا الله ينتقى منه وشوفوا ياها ان شاء الله ان شاء الله الله حكيم متجلي يمهل ولا يهمل والموصل قرية آمنوا بربهم بلد يونس عليه السلام اللي يظلمها يتعاقب حتى ولو بعد حين خلوها ببالكم حتى ولو بعد حين ناس جديين جديين والي يغضر بيها اللي تبين بي اللي تبين بي فهاي الحالة النفسية جاء اشوفها بكثرة ويجوني بكثرة عليها اخوان الحالة النفسية الحقيقية اللي مصاب مثلا المراض التوحد امراض اللي يعني نقص مناعة اكسجين ما يصر على الدم بسبب فقر الدم هاي الحالات كل حالة الى هالشكل يعني يا ابو فقر الدم تقدر تنطي ميليسيا لا لانها تهبط الضغط هو دب وهابط يعني لازم تسوي شيء تعادل بين هاي وهاي تهدى عصابه لازم تنطي بابه النق مع السوس السوس راح شوية عادل من دمه الباب والنق يهدى عصابه يعني هاي كل حالة الها وصفة خاصة اكو من مينام اكو عنده انسدال بالشرايين نفسه ثقيل يعني ارق بسبب انسدال الشرايين خوة ما تنطي سوس راح ينجلط لا اشتنطي ورق الزعرور او ويا الزعتر ويا الجنقة ويا النعناع تدليك عصد ربزية النعناع مهدئ للنفس كل حالة الها معالجتها ميسر والله بس دانطيك وصفة لا اما كوضع عام كحالة نفسية عامة يعني الموظف اللي يدي يروح للدوام الصبح يعني قسم يعوف سيارة وروح بتاكسي حسن له حتى وين من يقف يعوف ويمشي طبعا راح تتوتر فالامور بالداخلة بعضها لكن الصبر والصلاة افضل الحلول المثل الحالات هاي الحالات اللي جاءتصير علينا الحالات العام انت ما بيك شي ما بيك مرض عضوي لكن بسبب الوضع العام بسبب الوضع العام فاذا شرحت لك اذا كان مرض عضوي هاي العلاجات واذا الوضع العام الامر لله حسين سعيد من كركوك عندي لزوجة بالدم وصدا مستمر بس لا قالوا لك شقيق لزوجة بالدم والصداع مستمر ليش لزوجة بالدم من الأكل ارتفعت الدهون ارتفع الدم برفعت الدهون ورفعت الدم صارت مقاومة ردت فعل فيزيائية للقلب بدأ ارتفع الضغط بارتفع الضغط صار عندك الصداع صار عندك الصداع رجل الأسد عشبة رجل الأسد مع الكركدية مع الكركدية مع الكركدية عشبة رجل الأسد مع الكركدية طحنهم سوية ذول العبش بتينتينهم تطحنهم سوية بعد الطحن تأخذ ملعقة كوب تغليها تتبرد تصفر تشرب على الريق كوب صباحا كوب مساعا تستمر شهر راح تشوف فرق فرق واضح وجسمك ثقيل انا ازيد لك شعندك جسمك ثقيل من تبذل جهد نفسك ثقيل يعني حتى النباهة مو مثل القديم فهذا اللي سبب لك الصداع أم سعد من باب الأكياس مائية فوق الكلة ما هو العلاج رحمة الوالد بس على الكلة على كله صمغ العربي صمغ العربي والأذريون وبذر الخلة صمغ العربي والأذريون وبذر الخلة والعكبر صمغ العربي والأذريون وبذر الخلة والعكبر العكبر كتل تأخذين ملعقة شاي من الأذريون وبذر الخلة من كل واحدة ملعقة شاي من كل مادة ملعقة شاي والأكبر تأخذين من عندهم مقدار ملعقة شاي لأنه ما ينطحن تخليهم بإناء تخلين عليهم ثلاث أكواب مو أربعة ثلاث أكواب ماء تغلينهم يتبرد يصفى تشربين كوب الصبح كوب المغرب راح يزود عندش كوب واحد اليوم الثاني نفس الشي راح تجمع عندش المواد التزود عندش تخلينها بالثلاجة تشربين ملعقة تستمرين شهر وأكثر تأخذين كل شهر سونار سونار ملون بتشوفين إن شاء الله الفرق راح أخذ فاصل وعود لكم عدنا أحبتنا بعد الفاصل محمد علي من أربيل وعاني من النسيان بصورة غير طبيعية مسألة النسيان بعض الأخوات مئات الرسائل تبعث والله ولي عدي ما يعرف بالمدرسة بل كي وصفة تحت تقوم يعرف بالمدرسة واليدي ما يحفظ الدرس واليدي بفلان مادة ضعيف قال لي وصفة هاي وين لقين هاي جبريل عليه السلام من نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بغار حراء أول كلمة نطق بيها قال له اقرأ اقرأ والله سبحانه وتعالى من عرض آدم على الملائكة علمه ما ينطع وصفه وهذاك رب العالمين يقدر ينطي نبتة وحده وجبريل هم يقدر ينزل وصفه على الرسول ينطيها له ويشربه علمه واقرأ دول الاثنين هاي مسألة وصفه حتى اللي بليدي يصير ذكي أو النسيان ما كويتي شي صح انه لزوجة الدم يعني تأثر ممكن بس اكو حالات يعني جاء اسمعها او اقراها ما لها علاقة بهذا الموضوع فلان شي وتزيد الذاكرة وفلان شي وتزيد النباه وفلان شي وفلان جسم يحتاج لجميع المواد حديد فسفور كبريت بوتاسيوم كاليسيوم الجسم يحتاج لكل هاي المواد كل هاي اللي ناكلها يومية موجود تحت على هاي المواد من صار الطالب عنده حصانة والمعلم يتحاسب ها طبعا بليدي شي يقوم ما يفتهم صارت بالعكس هشو الحد لا نخاف احنا المعلم طبعا مش ما يفتهم ونسيع امور متشابكة وما يقرأ طبعا يقوم ما يفتهم خلي تحاسب بين البيت وبالمدرسة لا يقوم يفتهم السخمو اللي بالعصة على قلها محاسبة ما نقول احنا اللي بالعصة يدرس يفتهم ما ينسي يقرأ بالقرآن مع التفسير تروح تروح ظاهرة النسيان هو النسيان نعمة من رب العالمين هو مؤسس يعني يموت لمويت غير ينسى هو مؤسس يذكر وإنه عليه هو نعمة من رب العالمين النسيان لكن ليس كل الأمور الله سبحانه وتعالى وزنها وزن الحزن إن شاء الله ننسى والفرح إن شاء الله نذكره ونذكر دروسنا وواجباتنا ونذكر الشيء العلينا اللي واجب نعمله بالدنيا بالدنيا أخي علاج النسيان اذكر الله تمعن بالآيات ليش الله ذكر هذه شو ليش الله ذكر هذه شوفوا شون يصير عندك ذاك يا را أمرح معاني من الدوالي وثقل في الأغدام هذا أقدر أنطيش له مساج زيت تعملينه مساج داخليا ما عرف ضغط الشيشكت ما أقدر أنطيش شي داخلي وقوة صعود ما نقدر نحدد لا تقول لي ما عندي ضغط وما بيه شي شثير يومية مئات نشوف هاي الحالة ما بيه ضغط وضغط 18 عندي ضغط يطلع الضغط 10 زيت القرنفر وزيت الزنجبيل زيت القرنفر وزيت الزنجبيل وزيت الزيتون الأصلي ينمزج نسوية بنفس المقادير تدليك مساج من الأسفل للأعلى للدوالي مجرب للدوالي لهاي العقد مجرب مجرب يعني راح تتهدم هاي الكتل تروح ويا الدم تتلاشة طبعا إذا كويا هاي شي داخلي أفضل بس يكون الزغط ما ينزل أي نزول للضغط تترسب لأنه نزول الزغط أكوناس تحسب الهبوط يقول لك هي هبوط ما أحسن لا بالعكس الهبوط بيه خطورة بس يكون الزغط ما ينزل يضل 12 على 8 13 على 8 حتى ما تقف أكو دفع حتى ترجع للكلية وتطلع خارج فهاي الزيوت من الخارج القرف راح يتخلى للمسامات ويا زيوت يعني حتى يساعد الزيوت اللي هو يتخلى للمسامات ينزل عليها فمساجل هيدم هاي الكتل زينب علي تل الرمان تنمل وخدر اليدين عمري 25 سنة عندي ثلاث أطفال أصغرهم سنتين وأنتي وأطفالش كلكم عدكم فقر دم أنت وأطفالش والحامض ممنوع عليكم والبيبسي الأسود الحامض والبيبسي الأسود ممنوع عليكم تنمل اشربوا فقط أنت وأطفالش ورق القرس يعني منقوعوا مثل الشاي كوب واحد باليوم أسبوع شوفوا الفرق أي حامض ممنوع ليمندوز السماق والنوم الحامض والبيبسي الأسود هذولا أعداء المفاصل أعداء العظام ذولا أعداء العظام السماق لا عدو للعظام وعدو للكبد السماق هكو شغلات جايسوا ما تحسون بها تأذيكم مصطفى علي حسين من بغداد التهاب الكبد نوع بي وهل له علاج نوع بي ولا سي حاليا ماكو صعوبة إن شاء الله وعلاج ومجرب بعون الله لكن أنت ما تقدر تتعاملوا إياه وتحب من تجي أبعثك على ناس تشوفهم عالجناهم ومنسي وروح أنت بإيدك وعلى حسابي واخذوهم فحص تأكد يلا أنتك علىك هذا يمه إن شاء الله بس أنت ما تقدر تتعاملوا إياه لأنت ولا غيرك كوصفات عشوائية مستحيل حمزة البيجاوي من صلاح الدين عندي أطفال يعانون من لوكيميا الدم أرغب بعلاجهم هل يمكن توصف العلاج تحياتي إليك ولصلاح الدين أخي حمزة لوكيميا والثلسيميا والمهوموفيلي هذا إصابات قليلة اللوكيميا والهوموفيلي والثلسيميا مو مديح نفس أو بس أتباه لأني قلت أكثر من مرة بكل الحلقات أتباه لأني عراقي ورغم اللي صار على العراق الله سبحانه وتعالى ألهمني أن أصنع هذا الدوة مال الثلسيمي ألف الحمد لله حصريا يمي طيب هاي مجال يعني تعقلها الطب قليل الطب وين وصال لحد الآن ما اكتشف العلاج اللي أخر المريض عندنا الدم وهاي ناشرهم وموثقهم أعالج حاليا عبر شغلة المئات واللي نعزلهم من الدم قاربوا على المئة أو أكثر العلاج موجود والمرضى موجودين حتى اسماءهم هي موجودين يمي ويا الأوراق اسماءهم فوصفه عامة مستحيل ولا تسمع منحد مستحيل رح أخذ فاصل وأعود لكم عدنا حبتنا بعد الفاصل الأخت آمنة سعد من الشرقات علاج أكزيمة اليدين تكلمت بالحلقة السابقة أنه شون تتعالج الأكزيمة والصدفية والسماكية وكلها من الكبد حتى قلت مستحيل أنه تتعالج بالمراهم الخارجي أي مراهم تختارونه اختاروا مرطب كله ترقيع كله ترقيع تحب تبقى على الهندباء سنوات استمر تروح بعدين تروح بس تتأخر تحب تتفضل أنطيك دوه بسيط جدا سنة ونص تتعالج تشرب شروب لازم شروب يعني غلي وينشرب حتى كبسول ما غير يصير تستخدموا اختاروا الهندباء داخليا سنوات تستخدم تروح أي كريم خارجي يعني لا أوصف ولا أنصح أنصح يعني مثلا متيبسة تسبب آلام تخذوها كريمات عادي مشكل ما نظر لكن علاجها داخلي هاي الأكزيمة والصدفية عمر علي من الحويجة وعاني من كثرة الرمر في المجاري البولية الله يساعدكم أهل الحويجة بذر البطيخ يعني الشمام يسموه الدول العربية يسموه الشمام وبذر القرع تسميات رسمية واللهجة العام بذور هذا وبذور هذا إن هي مجففة تنطحن هي وقشرة ميت غرام ميت غرام ميت غرام ميت غرام ملعقة تكوم على كوم ماء ينغلي غلي ينشرب قبل الأكل مع دخالية صباحا مساء مر شديد المرارة لأصحاب السكر مفيد لأصحاب البروستات مفيد حتى اللي عنده دود بلا معاء مفيد منظف للمجار البولية إذا كانت رمال بسيطة يعني رمال كريستال أو التهابات مفيد إن شاء الله مفيد ومجرب إن شاء الله سلام عليكم تحياتي لكادر الموصلية والموصلية وكادرها ومديرها يحيونش عندي طفلة مصابة بداء السمك العمر أربع سنوات أم رسل مر ربيعة تحياتنا إذا شاء الله مرسل وقبل قليل كنت تتحدث عن السمكية والصدفية والأكزمة وكلها نفس المبدأ كلها نفس المبدأ اللي يحب يتعالج أهلا وسهلا يلقى شخص ثاني مجرب يقدر يعالجها تروحوله أفضل روحوله تستخدمونها دباء سنوات تستخدموها أي كريمات خارجية يعني ما أنصح بي مو ما أنصح بي وإنما ما وصفها ما وصفها إذا سواء كيميائية أو عشاب ما وصفها أفضل من كربلاء أجواد كالوم تحياتنا إليك وعاني من صعوبة التنفس خصوصا عند الصعود لمكان مرتفع أشعر بدوقة يعني الدهم فول واللغط عالي دهنك عالي وضغطك عالي وأكيد أكيد من يصير الدهن عالي أكيد يصير رمل بالكلة إذا مو حصيات الكلة الحصة اللي يصير بيها تحديدا من المياه المكثرة المياه وخاصة لما معقمة ما مصفية واللحوم الحمراء لأنه الدم يصير اللزج يجي عالكلية يتكتل يصير حصيان فحتى تستفاد من الوصفة سجلها يمك ولا تنساها الزعتر شاي مملوءة جيد من المواد على كوم ينغلي يتبرد يصف إذا ما عندك سكري حليها بيها مرارة كوب صباحا وكوب مساء استمر عليها شهر وراح تشوف إن شاء الله الفرق خليل إبراهيم من دهوك وعاني من انتفاخ القالون بكرة ورجع عيدها إنه المحلب والمستكي إن شاء الله من المجربات محلب ومستكي ملعقة شاي من كل مادة على قلاص مي تنغلي تتبرد تصفة بعد الأكل إن شاء الله مجرب ومحنين من الديالة وعاني من ظهور شعر في الزغن خشن والطراب الدورة يعني هرمونات القصط والمردقوش قصط الهندي والمردقوش لكن أخوان قصط الهندي نوعين النوع الأصلي غالي حيث يعني قرابة المليون تسعمائة ألف الكيلو بالعملة العراقية الكيلو الواحد والمردقوش لا رخيص الثمن موجود بتوفر وأكو قصط نوع ثاني لا سعر مناسب أكيد بالفعل هي مسؤولة فالقصط العادي يستخدموه والمردقوش 100 غرام 100 غرام شوية تتأخر الشغلة تنطحن سوية ملعقة شاي ملعقة شاي لكن لا تنغلي ولا سفوفه بوحدها ملعقة شاي مع قليل من العسل تنمزج مع قليل من العسل بعد الأكل بعد الأكل صباحا ومساءا وللفترة شوية إلى أن تشوفون الشعر بدأ ينعم اللي بتذقن وإذا تريدون أسرع بعد ما إزالت الشعر زيت السعد على المنطقة بالشهر عشرة أيام يستخدم متتالية وينترك للشهر الثاني أو الشهر البعد إيه ناس من بغداد الجديدة وعاني من قشرة فروة الرأس العمر خمسة وعشرين سنة شرب الميرامية ومنقوع الآس من المجربات للتخلص من القشرة نهائي الميرامية تشربون منقوع قلاس واحد مليون فقط بعد الأكل يعني ملعقة تكوب من أوراق الميرامية مطحونة على كون ماء ينقع بس الميرامية ممنوع تجي ين بالأواني الحديدية تنقعوها بقلاس من هالنوع زجاجي فخار تنقعوها وبعد ما تبرد تشربون قلاس باليوم صباحا وخارجيا أوراق الأس بغداد وكلها أس ما شاء الله أوراق الأس كمية منها على لتراين موي تنغلي وبالحمام يتنقع بها الشعر ويلف بالمنشفة ينترك حتى أني يجف بالأسبوع مرتيا وإن شاء الله أو ثلاثة إذا متقدم مجربة إن شاء الله تتخلصون من القشرة تحية تحياتي لك يا أخ أحمد تهاب الكبد الفيروسي لو تستخدم طن علاج ما يروح إلا بالأعشاء أكو إبرة للنهاية للنهاية روح تتصرف لك 150 دولار إذا تعالجت 6-7 شر ما أقول شيئا السعار الخالية ما أدري من أن جاء بينا وإن شاء الله علاج مجرد أكلوا علاج إن شاء الله وتحياتنا لك أنا وكادر الغناء وأستاذ غادي فيصل مرة ثانية راح أخذ فاصل وعدوكم إن شاء الله عدنا أحبتنا بعد الفاصل وأم أحمد من بلد لدي قرح دائما نعيدها هاي وصفة القرح عدتها كثير مرات وانطلبت مني عادتها ورجعت عدتها أنه الباب ونب ما تستخدمونه وأنت جالسين يعني بعد ما تنقعوا ما ينغلي ملعق الطعام على غلاس ماء ينقع ويبرد ويصف ويتحضر من الليل يستيقظ المريض مع صلاة الفجر ما ندمون قبل الأكل معدة خالية تماما يستلقي على ظهره يخلي وسادة تحت الظهر يعني كأنه منايم بالمستشفى ويشرب الكوب بعدها يعني ينبطح كامل ويتدحرج على الأربع جهات كل جهة أربعة إلى خمس دقائق خلال خمس طعش يوم راح تشوفون شيء غريب لمعالجة القرح إن شاء الله الباب إنك أبو سالم من ربيعة عندي ربو ربو موضوع شوي متشعر خاصة من طاقة ربيعة يعني شوي تفرطون بأكل اللحوم أكو قسم ضيق شرايين والأغلب طبعا هو يأخذ بخاخ يرجع يسمن فإذا ما تتأكد من الشرايين لا تقول عندي ربو أخذ يعني إيكو أخذ إيكو فحص دهون فحص الدهون التراكمية والعامة الـ HDL الـ LDR فحصها تأكد منها خلي الطبيب يشوفها يشوف نسبة الدهون واختار مختبر رجع اختار مختبر إذا حالك ما يسور أفحص مختبرين بنفس الساعة بنفس الساعة رح تشوف فروقات تأكد من الدهون بالشرايين وماكو ضيق وإن شاء الله رح تستفاد إذا أنطيك وصفة إذا كانت أكو دهون طبعا أسرعا من الربو أما إذا كان ربو حقيقي لأصحاب الربو إذا كان ربو حقيقي رح أطيكم وصفة غريبة فعلا غريبة ومجربة غريبة ومجربة عود القرح والماش هذا الماش يجب أن تأكلوه عود القرح 100 غرام والماش والماش تقولكم تعرفون الماش هو أحد النوع على الوقوليات 100 غرام زعتر 50 غرام بس انتبهوا للوصفة زعتر 50 غرام بذور البصل 50 غرام بذور البصل 50 غرام بيها طريقتين بيها طريقتين تجمع هاي المواد تطحنوها طحن جيد تطحنوها طحن جيد بحيث يصير بودرة حتى لو تنخلوها لأن شوية عود القرح قاسي بعد ما تطحنوها جيد وتنخلوها طريقة أنه تمزجون كل ملعق الطعام كل ملعق الطعام مع أربع ملاعق من العسل الأصلي كل ملعق الطعام مع أربع ملاعق من العسل الأصلي تمزجوها هذا كقياس واحد إلى أربعة أقل من ملعقة كوب وأكثر من ملعقة شاي صباحا على الريق ومساء قبل الأكل مع دخالي طريقة ثانية أنه تأخذون ملعقة شاي من المادة المطحونة مع غلاس مو تغلوها تتبرد وتصفى وتتحلى بالعسل وأيضا تنشرب صباحا ومساء فشوفوا الطريقة الأفضل لكم للربو مجربة إن شاء الله للربو مجربة إن شاء الله أم علا من زاخو مهجرة من زاخو يعني هو ما شاء الله إحنا كنا منتشرين مهجرين ما قابلين أدقاء أم علا من زاخو مهجرة تعفن الأصابع زيني والله بس تعفن الأصابع هكو ناس عفنت بالخيام على العموم الحنة الحنة تخلوها على الشعر بس موت عجنوها تخلوها بودرة تخلوها بودرة بين الأصابع بتلبسون عليها الجواري بكل شيء أسوي استمروا عليها وراح تشوفون إن شاء الله شيء مجرب وإن شاء الله شيء فعال سلام من هيت عندي أتأته الأتأته يعني أكو ناس في تصورها إنه ما إلها علاج لكن الوصفة اللي مفعالة إلها ومجربة الأتأته بس تاخد وقت تاخد وقت يعني مثل تشربت مضمضة وشرب أسنطيك من الوصفة لا تريد يعني بأول شهر أو شهرين تشوف ما صار تغيير لا استمر استمر عليها قبل قليل تحدثت عن وصفة للربو دخل ضمنها عود القرح أو ما تسمى عاقر قرح عود القرح لكن بلأتأته فقط عود القرح فقط بعد ما تطحنونه ملعقة شاي على قلاس ما يتنغل يغلي جيد ويتبرد ويتصفة يوميا صباحا يوميا صباحا تحلوه بدبس أصلي مو عسل ما يصير عسل تحلوه بدبس أصلي إذا ما لقيت دبس أصلي أنا أعلمكم طريقة راح أخلي لك الوصفة نفسها مصنوعة من الدبس وعود القرح منتجيب ملعقة الشاي منتجيب الملعقة الشاي من البودرة من العود القرح تخليها مع قلاس مي تغليها خل افتح معها تمرات اثنين تمر بس شرط إلا عراقي شرط إلا تمر عراقي لو تروح تجيب بعلم إلا تمر عراقي والشرط يكون عليه شوية تراب وهي شي مو حلو يعني بي تراب العراق تفتح تمرات اثنين تخليهن ويا خليه يغلن ويا ويا عود القرح طبعا وصفة مجربها بعد ما يبرد تصفي تأخذ المستحضر تشربوا شوية تتمضمض حضرها من الليل تأخذوا شوية تتمضمض وتشرب تتمضمض وتشرب فقط صباحا يوميا لفترة راح تشوف فعلا طريقة النطق تغيرت يعني ما لدي احشي يقول اعطيت اثنين علاج وكانت درجة النطق كذا وكذا لا يجوز ما تخش بالعقل اذا ما اثبتها واصورها بس صارت عدن اذا موش يموثق شوية يكون ناس يعني ما تخش بالعقل فتستمر عليها لفترة طويلة راح يشوف فرق ان شاء الله ام عبد من قيارة عندي تسوس بالاسنان والله لو شوفوين اسناني نصنى مقلعات ما تقول ليلي ابو العشاب شي سوي للاسنان حالة بس حالة وحدة بس من يصير اللي آلام السن ش راح يحشي يا ابو العشاب يحشي كمون شي سوي هاني اسنوني نصن خايسان واروح عالطبيبي ويشتع عيوني ذاك اليوم راح تعال الدكتور بتحياتي له سوالي ثلاث نظارات الشي المعقول الجعوب علي على العموم ادركنا الوقت وما يسعنا الا ان نقول لكم الى لقاء اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة